ميقر أبو عبد الرحمن أعطنا قصتك في الجنوب والله القصة في الجنوب الحقيقة دائما الشعراء أحيانا يعمل له قصيدة ما تدخل مزاجها يعني أو يرى أنها ما هي على مستوى فعندي قصيدة أنا ثوتها عن المصائف صراحة في نظري أنها ما هي بذيك فما أهملتها ناطلها في درجة الموتر قادها أربعة شهور سبحان الله يوم أن الله أراد أنها تصير من أفضل قصائدي حتى أنها طلبتها وزارة السياحة والتقالب فكنت أنا يا محمد بن مسفر القويف القحطاني من هالجلح بخال صاحب مركز القويف لخدمات الطالب مرة عليه قال أبو عبد الرحمن شراك نطلع أن تمشي لابها في الجنوب ناخلنا أسبوع على موتري طبعا مشينا المهم أنا وأبو خالد يوم أصلنا أبها وجلسنا يوم أولا في ملتقى أبها على مستوى ملتقى حاضر أمير أبها وقال أبو خالد خلنا حاضر الملتقى فرحنا حاضرنا الحفل أعلنوا في الملتقى أن فيه بكرة مسابقة عن أفضل قصيدة عن السياحة الداخلية قال أبو خالد محمد بن مصفرة القويفة لأبو عبد الرحمن شارك قصيدة كلي حكت المصافي اللي أنا حطها بالدرج لها ستة شوه هو سامعها قبل أجل سامعها في المخيم حق أي تأس كات وين أنا شارك لأني بفايد كان على قل الشي تطلع في التلفزيون والله وانزلوا أسجل اسمي قلت سجل الشاعر حامل عبد الرحمن الموامس بين قوسين الوردي هذي لقب الموم يوم جاء من بكرة والحنا 24 شاعر اللي شارك أنا معي ثقل سامع يوم أعلن النتاج قال أبو خالد مبروك مبروك يا الوردي قلت يا رجال عين خير ما هقتني فكرتني يمزح علي والله والله يوم طلع في الشاشة المركز الأول حامل عبد الرحمن الموامس الوردي قال أهلا الله كيف هو تستعر وانزلوا يعطوني عشر آلاف مكأب جاء يا سلام والله والدرع أول مرة هفوذي بدرع درع قزاز وحطم شخصا في المجلس ولا جلست عندي الأربعة أيام عندي بنيتنا الله يصلحها تلعب وذبته قزاز وانكسها يمكن أن بعد القصيدة هذه طول عملكوا السامعين رادم به أنا على واحد يبينا نروح نصيف في لبنان ومن لبنان نطلع على أوروبا وذا فردت عليها قلت أنا الدولة الله يعز عندنا مصايف الداخلية مجاهزاتها الدولة بكل شي كل شي الحمد لله متوفر كل شي متوفر يا رب لك أم بغينا البحر عندنا الشرقية وجده والمناطق الساحلية أم بغينا البراد أبها وعثير والمناطق ومن بغينا الصحاري عندنا في ناجد كل شي موجود والشمال يا رب لك نبجهد سلمان مدينة عظمى عظيمة وحية يمكننا سيدي خادم الحرمين أمير الرياض والعاصمة رياضنا نبجهد سلمان مدينة عظمى عظيمة وحية ورحت يما البحر عاني مسيان جده من أحلى مدنة الساحلية وانزل على مكة محرمة بقلب إيمان أبا اعتمر لله رب البرية واطلع على الطائف وأبها ورغدان والقى الطبيعة مع روايع ذكية وأيضا جنوب المملكة في جيزان وجزيرة الفرسان ما هي خفية ونجيت للوادي ومربشة وتيامن النجران وشوف سد ضخم له فاعلية ونجيت للوادي مزار عريضان يحدها من شرق نفد خليه ومرشوف ديار ذربين وليمان حوط التميم أهل الصخة والحمية والخرج بهم اشتل على شكل بستامع مصنع يصنع دخيرات حية وانصلحة والقابها الغرس رويان يشرب من المشروع صبح وعشية والساحل الشرقي بهشكال والوان ونصف القمر لعندنا جاذبية والجبال ابها مدينة مع اثكان وهيئة مصانع رخمة عالمية والنفط بالذلفي مع رياض تامنان والوشم والمحمل لحد الحوية وحايل بها شبه وتكريم ضيفان ووجه سلمة تقابلات سوية وإيضا شمال المملكة فيه بلدان من كذرها بالحيل صعبها عليها وانصل مدينة شفق بالحيل والهانة يفرض الله مسجد نبيها مشي طباح وليل ما احد انت بلان كلا نحس بحساب ليت خطيئة من فضل ربي هالبلد امن وامان والخير واجد والعقيدة قوية خير الملك شامل دون نبسان الله يمد بعمر جزا العطية واختامها بذكر الله عن كل شيطان واللي بقى ما ذكر حقه عليها هذه الحقيقة طلعت من أشهر قصاد الورد ما لومهم يعطوك الأول يا بو ما شاء الله هذا الشهار نعتد فيها لا لا هذه الحقيقة ما بيها كلام هذا الحقيقة والله يذكر مباركة وعادلة الناس اعطيه الأول استهالوا الله قصيدة جميلة الله يبيض وجه هذا الشهار